أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن قيامه على مدار شهر ديسمبر وبشكل يومي بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة تحت شعار قطار الخير لصالح أهل محافظة صعيد مصر وفي بيان له أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير لأهل الصعيد بدأت من خلال إطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنى تم خلالهما تقديم مختلف الخدمات الطبية والتنموية والتوعوية والترفيهية لأكثر من عشرين ألف مواطن فضلا عن إعادة إعمار ثلاثين منزلا في قرية الفارسية بمركز إسنة في محافظة الأقصر حيث تأتي تلك الجهود تنفيذا للتوجهات الرئاسية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر